اول حاجة غدي نحضر الفطيرة المحشية كيف ما كتشوفو في واحد الاناء غدي نضاع الكيمية ديال واحد الكاس من الحليب ما يعادل ميتين ميلي لتر غدي نضاف واحد الملعقة من الخاميره الفوريه وبالنسبة الحليب راح حليب خاص يكون دافئ غدي نضاف واحد الملعقة من السكر ملعقة الطعام وغنضاف كذلك واحد ثلاثين ميلي لتر ميناء الزيت ما يعادل واحد ربع كاس ثم غدي نضاف بيضة حبة ديال البيض وغدي نخلط هات المكونات حتى كي نساجمو ثم غدي نضاف عليهم كيف ما كتشوفو هنا يا عندي تلتمية جرام ميناء الدقيق ما يعادل ثلاثة ديال الكؤوس ديال العنبا وبالنسبة اللي بغاء القياس ديال الحليب بالكاس ديال العنبا فكتديرو كاس ونصف ميناء الحليب مع ثلاثة ديال الكؤوس ديال الدقيق وكيف ما كتشوفو راني هنا يضافت واحد الملعقة صغيرة كذلك ميناء الملح وغدي نخلط هات المكونات حتى كنحصلو على واحد الخالط لكي يكون بحل هكا فبالنسبة لهات الفطيرة هادي او هات الخبزر ما غديش نمسو نهائي العاجين باليد ديالنا كنعجنو فقط هكا غي كنخلطو المكونات حتى كنحصلو على واحد العاجين لكي يكون القوام ديالو كيف ما كتلاحظو بحل هكا هدي نحاول نجمعو فقط هكا الوسط وغدي نغطيه الان وغدي نخليه كي يختامر حتى كي يضاعف الحجم ديالو كي ياخد مننا تقريبا واحد لمدة ديال نصف ساعة فقط ونمروها في هاد الاثناء لتحضير الحشوة فبالنسبة للحشوة اللي غدي نحتاجوها في هاد الفطيرة انا وضعت هنا كيف ما كتشوفو البصل ووضعت كذلك في الفلاء الوان ووضعت القليل فقط هكا من اللحم المفرن غدي نضافع لهم شوية ديال زيت نباتية غدي نضافع لهم كذلك واحد الملعقة من الملح وغدي نحرك هاد المكونات حتى كيتشحروا بحالها كواحد شوية ثم غدي نضافع لهم واحد الحبة ديال الجزر انا هندرت حبة فقط صغيرة ديال الجزر المبشور وغدي نضاف الان التوابل عندي هنا نصف ملعقة من الفلفل الاسود ملعقة من البابريكا التحميرا وعندي نصف ملعقة من الكوركم ورأس ملعقة صغيرة من الكمون هدي التوابل لدينا غدي نخلط الكل جيدا وغدي نخلي الحشوة ديالي حتى كطيب وهاد الخضار ديالي كطيب جيدا وفي الاخير كنضاف لهم هاكا شوية ديال القزبر ومعد نوس وهي الحشوة ديالنا جاهزة ورجعوا الان العجين كيف ما كتشوفوا بالنسبة للعجينة راح اختامرات وضعف الحجم ديالها فمضروري تخليوا هكا كتختامر مزيان وكيف ما كتلكم راح ما كتاخدش مدة طويلة غدي نرش الان سطح لعمل جيدا بالدقيق لان العجينة كيف ممشتها ديالناها خفيفة كترشوا الدقيق مزيان باش ما تلتسقلكمش وغدي نزلها بحركة وغدي نولي نجمعها بهالطريقة هادي وصافي الان غدي ناخد الدلك وغدي نحاول انني نصرحها وبالنسبة للدقيق كيف ما كتلاحظو راح كترشوهم زيان باش ما تلتسقلكمش العجينة والان بعد ما اطلقتها بهالشكل هادا غدي انا نوضع مع الحشو هكا الجبن فكنوضع لجبن هكا هو الاول باش في الاخر يجيني هكا من الفوق إلا بغيتوا ما تديروش الجبن يمكنكم تستغنوا عليه وصافي غدي نوضع لان ديالحشوة بحال هكا في الوسط فكتحاولوا تديروها هكا في الوسط وغدي نجمعوا الاطراف ديال العجينة بهالشكل هادا وفرا كتلصق معنا بكل سهولة لان العجين كيف ما اشته رخفيف وصافي غدي نوضعها الان في واحد صافيحة اللي كتدخل للفرن بهالشكل هادا وغدي نحاول انني نطلقها وغدي نطلقها بحال هكا بواحد العود باش كتخرج هاداك هاداك الهواء اللي كيكون فيها الداخل وباش ما تفرق عناش في الفرن وفي الاخير غدي نطلقها هكا باسفر بيضة اللي ضفت له القليل من الخل قطارات ديال الخل وغدي نزينها بحال هكا من الفرن بشوية ديال الجبن وتزين طبعا كيبقى اختياري انا دهت فوق منها هكا شوية ديال الجبن وغدي ندير فوق منها كذلك شوية ديال زيته الاسود وغدي ندخلها الفرن بالنسبة الفرن كنشعلوله فقط من الاسفل حتى كتبالينا بانها بدت كتتحمر عاد كنشعلول فوق باش كتكمل قياب ديالها والفرن اللي كنكونو مسخنينو من قبل على نال اللي كتكون متوسيطة وانطلقها وبعد ما اطيب والان غدي نمر باش نحضر معاكم بتحلية بالنسبة للتحلية غدي نحضروا تحلية اللي ساهلة هكا في الخلاط وكجي بنينة وزوينا بزف كيف ما كتشوفو في الخلاط الكهربائي وضعت 500 ميلي لتر مينة الحليب غدي نضيف على هاد الحليب عندي تلوت كأس مينة السكر سكر حبيبة مايو عاديل 50 جرام وغدي نضيف الكيمياء ديال زوج معالق كبار ممتلئين جيدا مينة الدقيق مع ملعقة صغيرة مينة النشا وغدي نضيف كذلك واحد الملعقة مينة الزبدة الزبدة كاتتينها كاقوام كريمي في هاد تحلية هان وغدي نضيف واحد الساشي ديال الفانيلا فبالنسبة المكونات ديال هاد تحلية هما المكونات ديال ميهال لبية ولكن انا غدي نضيف عليها هنايا كريم شونتيي اللي كيكون على شكل بودرة غدي نضيف الكيمياء ديال واحد نصف علبة كيعطيها قوام زوين بزاف وكذلك حتى الطعم ديالها كيولي مختالف صفي الان غدي نخلط هاد المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي وغدي نفرغوا بحال هكا في واحد الكاسرونة وغدي نوضعوا فوق النار على نار اللي كتكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى كيوصل الخالط ديالنا لدرجة الغلايان وسافي كنفرغوا الخالط ديالنا في الكووس بهذا الشكل هذا وكندخلهم تلاجحة كيبردوا تماما ومن اللي بردوا فزينتهم بحال هكا بشوية ديال الفواكه الجافة مع المكسرات كتقدموهم بصحة والراحات زين كيبقى اختياري على حسب الرغبة ديالكم وبنسبة لها التحليه هادي ركا تجيل ديدة بزاف جيبنينة والقوام ديالها كيجي كرامي إلا بغيتوا القوام ديالها يجي كمعا قد أكتر من هكا فضيفوا واحد الملعقة من النشاء مع الخالط وصفي غدي نمرون لتحضير الصلاة غدي نحضر معكم صلاة اللي بسيطة وسهلة وكتجي كدالي كلديدة بزاف اختيت هنا يا لبات لقتهم في الماء مملح وصفيتهم وخليتهم تبردوا كنضاف عليهم علبة ديال الطون غدي نضاف عليهم كدالي طماطم اللي قطعتهم هكا قطع صغيرة وغدي نضيف كداليك الموزاريلا اه اللي قطعتها كدالي قطع وغدي نضيف الزيتون الاسود فبنسبة لهذه السلطة هادي ركا يعتمدوها بزاف هكا في المطاعم الايطالية كدجي لدي دوخها هكا المكونات ديالها بسيطة كدجي اكتر من رائعة وغدي نسموها بحل هكا بالحبق الريحان البازيليك اه كنقطعه فقط هكا باليد ديالي وصافي غدي نخلط هاد المكونات بعد ما كان ضيف شوية ديال الملح ابزار وكذلك زيت الزيتون وصافي ركا تقدموها على حسب الرغبة ديالكم انا هنا يفرشت في واحد باسل هكا شوية ديال الخص ووضعتها هكا في الوسط وزي انتهب شوية ديال خطوط هكا من المايونيز وكتقدموها بسحورها كدجي اكتر من رائعة وكدجي لديدة لديدة بزاف خصوصا بهذاك لحبق اللي كنديرو فيها او البازيلي كيجي زوين بزاف فيها صافي غدي نمرو الالة تحضر العاصر فبالنسبة العاصر غدي نحضر عاصر ساهل وكيجي زوين بزاف كيف ما كتشوفو عندي هنا يا برتقالة وضعتها في الخلاط مع واحد الحامضة كتحيدو لهم العظومة باش ما يعطوكمش لمرورة في العاصر كنضيف عليهم شوية ديال الماء وغدي نطحنهم جيدا حتى كيتطحنوا بعد ما كنطحنوهم ركا نصفيوهم وكررجعوهم بحلاكة للخلاط وكنضيف عليهم هنا يا ضفت الفريز وكذلك ضفت حبا ديال الموز وكتضيفو كذلك السكر على حسب الرغبة انا ما ضفتوش في الاول ضفتوها كتا الاخر تطحن تقولي ضفت السكر على حسب الرغبة وكتقدموه بسحاور راحة كيجي اكتر من رائع وكيجي لديد بزاف وصافي كانت هدي بعض الافكار باش تحضروها كمائدة ديال افطار لي متنوعة وفي نفس الوقت كيجي وصافات لي ساهلين وبساطين ما كتحتاجوش فيهم بزاف ديال الوقت وكذلك بدون ما تعجنوا بالنسبة الفطيرة هنتم ما شوفوا كيف جت العجينة ديالها جت طرية خفيفة بزاف عجينة اكتر من رائعنا متأكدة اللي جربتوه غادي تعجبكم بزاف بزاف وغادي تعتمدوها وصلنا نهاية الفيديو نتلقاوه في وصفات اخرى مع فيديو اخر دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى